السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر البنات اللي مشتركوا في القناة فضلا يشتركوا يفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة لجاء ان شاء الله قناتنا بنتكلم عن علوم الطاق تفسير سلوكياتنا ومعتقداتنا وافكارنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاق هدفي من القناة اشحنكم بكل الطاقات الايجابية اخلصكم من اي طاقة سلوبية داخلة بتؤثر عليكم وتؤثر على مجالكم الطاق النهاردة باذن الله هنتكلم عن التفكير المستمر في الاشخاص وعلاقته بالتخاطر عايزاكوا تتأكدوا من شيء مهم جدا وتكونوا واسقين منه تمام الثقة ان الشخص اللي انت بتفكر فيه دايما وشاغل بالك دايما وعقلك مش قادر ينساه كيانك كله مرتبط بالشخص ده يومك كله عبارة عن تفكير في هذا الشخص مرأبة هذا الشخص تأكد ان هذا الشخص برضو نفس الشيء بيفكر فيك وبيرأبك وبيحبك الشخص اللي بتفكر فيه بيفكر فيك وخصوصا لو كان مصاحب هذا مشاعر حب مشاعر اشتياك لهذا الشخص مشاعر قوية جدا جدا بتسيطر عليك وبتسحبك سعب لهذا الشخص غزب عنك حاسس ان انت بتحبه حاسس ان في شيء جميل بيربطك بهذا الشخص حاسس ان فيه تصرحي ما بينك وما بين هذا الشخص تأكد مليار في المية ان هذا الشخص يفكر فيك ويبادلك نفس المشاعر بالزبط سواء انتوا كنتم تعرفوا بعض او مرتبطين او انفصلتوا يعني انت كنت متجاوز انسانا معينا وحصل انفصال ولقيت نفسك انت بتفكر فيها كتير 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 تأكد ان هي بتفكر فيك طيب انت كنت بتحب انسانا وبتفكر فيها على طول على طول على طول بس مرتبطوش تأكد برضو ان هي بتفكر فيه التفكير مالوش علاقة بمرتبطين او منفصلين التفكير ده عبارة عن طاقة الطاقة بتترسل الطاقة مالهاش علاقة ان الشخص مرتبط ولا منفصل لان بيجي لك اسئلة كتير جدا اتكلم عن المنفصلين اتكلم عن المرتبطين الطاقة والارسال الطاقي والتفكير بترسل بسرعة البار مالوش علاقة باي علاقات اجتماعية بين البشر تفكير طاقة بتترسل بيجي لسؤال غريب جدا ازاي التفكير طاقة التفكير ايوة طاقة انت لما بتيجي تفكر وانت لما بتيجي تفكري بتبزلي جهد في هذا التفكير بتتعبي بتعملي عمليات ذهنية جبيرة جدا 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 هذه العمليات الذهنية هذه العمليات الذهنية اللي بتقوم بيها لمطابعة التفكير هذه العمليات عبارة عن زبزبات من الطاقة شحدات من الطاقة طول ما انت بتبزلي مجهود سواء المجهود ده جسدي او مجهود ذهني كل ده زبزبات طاقية هذه الشحنات من الطاقة والزبزبات احنا مش بنشوف احنا بنستدل عليها وبنحسها سواء هذه الزبزبات في الجسد او في الفكر يعني ايه في الجسد او في الفكر يعني انت لما تحركي مثلا ايدك لما تكتبي بالقلم ايه اللي خلى ايدك تتحرك اللي خلى ايدك تتحرك في عمليات كتير جدا حصلت في الجسد خلت الايد يتحرك اما الطاقة لو ما فيش طاقة وفي روح بتدي الجسم طاقة عمرنا ما نعرف نحرك اين طيب في الفكر برضو اما بتجيلك فكرة بتشغلي عقلك التفكير مجرد التفكير ده انت بتبزي المجهود وهذا المجهود هو عبارة عن طاقة كل حاجة في الكون عبارة عن طاقة وإلا سيصبح الكون وإلا سيصبح الكون عدم الجماد لطاق الانسان لطاق الحيوان لطاق كل شيء في الكون ربنا مصخره لنا لطاق الكون نفسه لطاق في النهاية حابة اقول لكم ان الطاقة اللي بتشعر بيها تجاه انسان حبك لانسان تفكيرك لانسان تأكد ان هذا الانسان ايضا يبادلك نفس الشعور وإلا كنه هنشعر ببعض ازاي وإلا كنه هنحب ببعض ازاي لو انت ما فيش ارسال طاق عندك كان الطرف الاخر هيشعر بيك ازاي وهيعترف لك بحبه ازاي فيه اشخاص كتير جدا حصل ما بينهم حب واعترفوا البعض انهما كانوا بيفكروا في بعض بطريقة كبيرة جدا جدا من غير ما ده يعرف ومن غير ما الطرف الاخر يعرف طب ده حصل ازاي لو ما فيش طاقة استحالة هيكون في حب الحب اصله طاقة طاقة روحية جميلة تجاذب روحي جميل بين شخصين بيرسولوا بعض طاقات الطاقة دي محملة بمشاعر هزي المشاعر هي اساس الحب وإلا كان الاشخاص عمرهم ما شعروا ببعض ما كانش يبقى فيه اسمه حب ما كانش يبقى فيه اسمه تفكير متبادل ما كانش يبقى فيه للحب اساس في هذه الحياة تأكد ان الطاقة اساس كل شيء الطاقة هي اساس الحب هي اساس التفكير هي اساس كل شيء وتلاقي نفسك وصلته لهذه الحالة الشعورية الجميلة حالة الحب والتفكير المستمر في شخص محدد وفيه شيء بيشدكم لبعض تأكد ان هذه طاقات وفيه إرسال طاقي حصل وفيه شخص قاعد بيفكر فيك وعقلك حدد لك هذا الشخص عقلك محدد لك هذا الشخص يا جماعة والله ان الشخص اللي بتفكره فيه وشغل تفكيركم على طول بصورة لا إرادية بيفكر فيكم بنفس الصورة وبنفس القدر وباله منشغل بيكم وبيبعط لكم طاقات كبيرة جدا 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 حتى لو شفته تجاهل حتى لو حسزكم بعكس كده تأكد مليار في المية وتأكدي مليار في المية طالما انت مش قادرة تطلعين من تفكيرك وشيء خارج عن إرادتك وفيه مشاعر حب تأكدي مليار مليار في المية ان الشخص الاخر بيفكر فيك فيه أسباب كتير جدا جدا نخلينا ان احنا ما نعترفش لبعض هو مش قادر يعترفلك انت مش قادرة تعترفي له فيه أسباب كتير جدا بتخليكم ان انت مش قادرين تعترفه البعض لكن تأكدي تأكدي انا بقولك هو واسقة من كلامي مليار في المية ان هذا الشخص بيفكر فيك طب ايه علاقة هذا التفكير بالتخاطر التخاطر هو عبارة عن تفكير عفوي تخاطر عفوي وبيكون أضاك من التخاطر المتعمل ان انت سمعت عملان تخاطر وتعمليه عادة هذا التمرين بيلزمه دقة كبيرة جدا جدا وصعب تتوفر هذه الدقة لكن لما يبقى التخاطر طبيعي انت قاعدة تفكري كده في هدوء في هذا الشخص صدقين ان الفكرة بتوصل لو عرفت قالية عمل التخاطر اشرح لكم في حلقة الوحيدة ومارستيه بشكل طبيعي وانت في حالة هدوء في حالة استرخاء صدقيني الفكرة هتوصل احسن من انك تسمعي تمرين التخاطر وتنفذيه بحزافيره لان تمرين التخاطر بيحتاج دقة كبيرة جدا 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 وهدوء واستجمام وراحة مش عايز اي مشوشات فصعب ان احنا نلاقي الجودة لكن التخاطر الطبيعي العافو اللي بيتم بصورة طبيعية بيكون قوي جدا جدا في قوة ارسال الرسالة للطرف الاخر انت لو عرفت قالية عمل التخاطر ومرستيه بشكل طبيعي لما تلاقي نفسك قاعدة في حالة انسجام صدقيني الرسالة بتوصل بسرعة البر التفكير اصلا لوحده بيوصل بسرعة البر خاصة لو كان صادق لو كنت فعلا بتحب هذا الشخص مش بتتلعب بيو مش بيتلعب بيكي الكلام هنا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة اي حد عنده سؤال اي حد عنده استفسار يا ريت يسيب لي السؤال في التعليقات وان شاء الله هرد على اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة